تالي حلقة مليئة جدا جدا وداسمة جدا بالأخبار الهمة النهاردة في الجزء الثاني من حالة النهاردة حيشرفنا وينورنا في الستوديو لديف العزيز أستاذ محسنة للملوم الناقد الرياضي الكبير عشان نتكلم باستفادة في كل الأمور وكل الملفات الخاصة والطورة الأمور الأفريقية خلال هذه الفترة كمان النهاردة في أخبار عديدة جدا جدا بالتعديد فيما يخص النادي الأهلي نروح بس نشوف أهم وأبرز العين ونرجع نتكلم باستفادة أكتر عبد الحفيز معسكر الأهلي في أسبانيا سيلبي طموحات الجهاز الفني أجايه وأظاره ينتظمان في تدريبات الأهلي غدا أجيري يرفض تغيير تشكيلة الفراعنة ويؤكد لا للتدوير بين الحراس معلول معلول يعود لتدريبات خلال أسبوع وإكرام خلال ثلاث أسابيع أجيري يرفض تغيير تشكيلة الفراعنة ويؤكد لا للتدوير بين الحراس أجيري يستعين بطريقة ليبربول ويدرس خطة هروب صلاح طبيب المنتخب يؤكد جاهزية حجازي لمواجهة الكنغو بعد فوز مصر والمغرب والجزائر اليوم يكتمل عقد المنتخبات العربية بتونس ومريتانيا أخبار كتير زي ما وضح كده في عنوين حلقة النهاردة بالتحديد هنكتدي بأخبار النادي الأهلي واللي بيستمر في استعداداته للموسم الجديد استعدادات ابتدت أمتى؟ ابتدت تأول مبارح بالزبط في استعداد مختار تيتش بالجزيرة أكيد استعدادات مهمة جدا بالنسبة لنادي الأهلي ليه؟ لأن انت الموسم الجديد عندك تحديات مهمة قوي قوي بطولات كتيرة جدا في الحقيقة لأن في بطولات ما فيستش الموسم اللي فات وممكن تتلعب مع الموسم الجديد بالتحديد بتكلم على كاس مصر يعني عشان حدش يفسر كلامي بشكل خاطئ فتلاحب عندك أكتر من بطولة ممكن بطولة تلعبها مرتين كمان من ده اللي احنا متعودين عليه أين كان يعني مش وقته خالص الكلام ده لكن طبيعا النادي الأهلي بيستعد الموسم جديد بشكل مهم وشكل قوي جدا أبرز أخبار النادي الأهلي بتتعلق بالكابتن سعد عبد الحفيز واللي تكلم على معسكر الأهلي في أسبانيا زي ما حضرتكوا عارفين أن النادي الأهلي عنده معسكر إن شاء الله في شهر يوليو بتحديد في أوائل الشهر معسكر هيكون هام للغاية حتى أصبكه فترة تحضيرية مهمة جدا النادي الأهلي في استعد دموكتال تيتش وهي الفترة الحالية كابتن سعد حفيز التكلم عن معسكر وهو كان متواجد هناك طبعا رفقة أمير توفيق مدير إدارة التسويق والتعاقدات فيه هناك في أسبانيا وطمنه على كل الأمور وكابتن سعد من خلال تصرحاته قال إن الأمور هناك مناسبة جدا جدا بالنسبة لنادي الأهلي النادي الأهلي هيكون موجود في مدينة اسمها أليا كانتي الأسبانية دي مدينة يعني من خلال الرؤية لكابتن سعد عبد الحفيز وكابتن أمير توفيق شايفينها إن هي مدينة مناسبة جدا لمعسكر إعداد لائق ومناسب للنادي الأهلي في الموسم الجديد بالتالي كابتن سعد عبد الحفيز تطرق كمان لفندق الإقامة وملعب التدريبات اللي هو بص عليها بنفسه وشايف إن الدنيا كلها ماشية بشكل كويس جدا والأمور هتكون مناسبة أوي بالنسبة للنادي الأهلي في هذا المعسكر المعسكر ده حيمتد حوالي 12 يوم بالزبط الده 8 يوم 1 أو 2 سبعة حيبتدي المعسكر هناك في أسبانيا وبعد كده إن شاء الله بإذن الله الفريق بعد 12 يوم يعود للقاهرة عشان يكون تيه فترة أخرى تحضيرية بالنسبة للفريق وبالنسبة استعداداته للموسم الجديد والأمور ماشية بشكل كويس جدا بالنسبة للنادي الأهلي وبالنسبة كمان للعبي للنادي الأهلي وهو في بعض الإصابات في بعض الأمور اللي ممكن تكون عاقب بالنسبة لبعض اللي عابين في استعداد للموسم الجديد لكن مع الوقت كل الأمور هتبقى كويسة جدا بالنسبة للفريق كمان مهمة قوي ودي جزئية ركز معي فيها قوي قوي يعني مستر لسارتي مدير الفني للنادي الأهلي متواجد وهو كان متواجد من أول يوم لمرة النادي الأهلي اللي هو يوم السابق الفات فترة مهمة جدا بالنسبة للمستر لسارتي ليه بقى؟ لأن مستر لسارتي لما جيت أولى تدريب النادي الأهلي جيه في وسط الموسم يعني كانت الأمور كلها مضغوطة وكانت المبارات كلها وراء بعض سواء بطول الدوري كاس مصر بطول الدوري أقطار لأفريقيا بالتالي الراجل ما نحقش أنه هو يفرد أسلوبه على طريق النادي الأهلي وطريقة اللعب والأمور التكتيكية الخاصة بعقلية وتفكير مستر مارتين لسارتي بالتالي الفترة الحالية هي أنسب فترة بالنسبة للمستر لسارتي في تهيئة كل الأمور التكتيكية والخطاطية والفنية للاعبي النادي الأهلي طبعا بالتعاون مع الجهاز الفني لمستر مارتين لسارتي بالتالي هي فترة مهمة قوي وهتبقى فرصة رائعة جدا لللاعبين وللمدير الفني أن يكون فيه قدر كبير جدا جدا من التفاهم والتناغم بشكل مميز جدا جدا لأن الفترة اللي فاتت كلها عدراتكم شفته ماتش كل 48 ساعة ساعات وبعدين تلعب بطولة أفريقيا وبعدين ترجع تلعب في الدوري الراجل ما يلحقش آه تابع الفريق من خلال الفيديوهات تابع بعض اللعابين ووقف على مستوياتهم وكمان الفترة اللي قاد فيها فريق النادي الأهلي ووقف على مستوياته خاصة باللعابين لكن الفترة دي هي الأهم بالنسباله عشان يستقر بشكل نهائي لو عنده فكر معين عايز يطبقه تبقى الفرصة سانحة أمامه لتنفيذ هذا الفكر من خلال اكساب اللعابين هذه الأمور الخططية الخاصة بمستر مارتين لسارتي فبالتالي فترة مهمة قوي 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 وان شاء الله تكون موفقة بالنسبة لمستر لسارتي لجهاز المعاون وكمان بالنسبة للعابين وكلنا أمل وتفاعل كبير جدا واثقة كبيرة جدا جدا في الجهاز الفني وفي لعاب النادي الأهلي ان شاء الله خلال الموسم الجديد يقدروا أن هما يحققوا أكبر قدر ممكن من البطولات اللي بالتالي بتسعد كل جمهير النادي الأهلي المنتظرها بفرق اللسار طيب ضمن الأخبار أيضا الخاصة بالنادي الأهلي وتتعلق بجونير أجيه ووليد أذر احنا عارفين الفترة اللي فاتت قبل يوم السبت كانت أجازة طويلة شوية بالنسبة للعابين النادي الأهلي بعضهم عاد للتدريبات بداية من يوم السبت اللي فاته والبعض الأخر بتحديد اللعابين الأجانب ما عادوش للتدريبات حتى اليوم بالتالي كابتن سيد عبد الحفيز قال أن السنائي ووليد أذر وجونير أجيه هنتظموا في التدريبات الجمعية مع النادي الأهلي بداية من الغد وده تبقى للتنصيق اللي تم ما بين كابتن سيد عبد الحفيز ولعاب النادي الأهلي بتحديد أذر وجونير أجيه الأمور طبيعية وكويسة جدا من نسبة لهم وإن شاء الله من بكرة حيكونوا متواجدين في تدريبات النادي الأهلي الجمعية بعد حصلهم على أجازة زيهم زي اللعابين خلال الفترة الفاتتة ممكن هم ما يتأخروا شوية بس ظروف الطيران يعني برضو الصفر مكان سواء المغرب أو نيجيريا بعيد شوية عن مصر فبالتالي بيبقى فيه طمسيق ومعتاد جدا ما بين الجهاز الإداري بتحديد كابتن سيد عبد الحفيز ولعاب النادي الأهلي فمن بكرة إن شاء الله بإذن الله حيبتدي أزار وأجيه الاستعداد بمتاع القوة مع النادي الأهلي قبل الصفر إن شاء الله لأسبانيا نفس الكلام بالنسبة لعلي معلول نجم النادي الأهلي علي معلول خلال أسبوع حينضم التدريبات النادي الأهلي هتقول لي ليه خلال أسبوع هقول لك لأن علي معلول كان متواجد في القيمة المبدئية الخاصة بالمنتخب التونسي اللي كان بيستعد لفتورة الأمم الأفريقية فبالتالي اتمرت معهم فترة كبيرة وما خدش الرحل كافية فبعد ما تم استبعاد علي معلول هذا الاستبعاد المفاجئ فتم تنصيق ما بينه وبين كابتن سعد عبد الحفيظ ومستر لسارتي في موعد العودة والانضمام للتدريبات فبالتالي خلال أسبوع عشان ياخد قدر كافي من الراحة هيكون خلال أسبوع هيعود علي معلول للتدريبات مع النادي الأهلي وانضم كمان لمعسكر النادي الأهلي في أسبانيا بس من المتوقع أنه هيكون متواجد قبل صفر كمان الفريق لأسبانيا إن شاء الله بإذن الله علي معلول اللعب مهم جدا وملتزم جدا وعنده قدر كافي من الاحترافية في الحقيقة من ضمن الأخبار أيضا وهو فيما يتعلق بمصابي النادي الأهلي شريف إكرامي شريف إكرامي إحنا عارفين الفترة الفاتت كان عمل جراحة كده في ألمانيا وهي خاصة بإزالة بعض العظام الزائدة بالرقبة بعد الجراحة دي اللاعب خلاص عاد من ألمانيا بتحديد مبارح أو أول وكان متواجد مبارح في مقر النادي الأهلي في الجزيرة وتم الإتمئنان عليه بشكل كبير جدا لكن قدامه حوالي ثلاث أسبوع عشان يتمرن تدريبات جماعية مع حراس مرمى النادي الأهلي شريف إكرامي أحد اللاعبين المميزين جدا وفيه اتمئنان كبير جدا جدا على حالة شريف إكرامي موضوع بس موضوع وقت وموضوع بعض التدريبات العلاجية والتأهلية اللي من خلالها تهيئ شريف إكرامي اللي مشاركة فيه التدريبات الجماعية بشكل جيد جدا عنصر المهم الأول في فريق النادي الأهلي في الحقيقة شريف إكرامي واحد عناصر الخبرة الكبيرة جدا جدا في صفوف الفريق حتى لو بلعبش أساسي لكن تواجده حد ذاته ومهم اللاعب كبير وعقلية محترمة جدا شريف إكرامي في المقابل فحص طبي جديد لمؤمن زكريا وحسين الشحال مؤمن زكريا أو المران للنادي الأهلي يوم السبت اللي فات تعرض للتواء في الرجبة فبالتالي كان فيه بعض الفحصات الطبية اللي مبارح وكمان هيبقى ليه بعض الفحصات الطبية النهاردة عشان نشوف مؤمن زكريا حيشارك في التدريبات تأمتى لكن موضوع مطمئن التواء خفيف في الرجبة إن شاء الله سريعا تبقى لرؤية الجهاز الطبي اللي حيحددها بعد الفحص الطبي الأخير النهاردة حيبان إمتى مؤمن زكريا حيشارك في التدريبات مع النادي الأهلي لكن قريبا جدا مؤمن زكريا حيشارك في التدريبات نفس الحال بالنسبة لحسين الشحات حسين الشحات عنده نازلة برد خفيفة كده بالتالي ما شاركش في التدريبات لمبارح ولا أول مش عالكين النهاردة الأمور راح تكون بالنسبة له إزاي لكن بسبب نازلة البرد كان بيعمل بعض التدريبات في صالة الجيم لكن إن شاء الله سريعا برضو حسين الشحات أحد العناصر المهمة جدا في صوف النادي الأهلي يعود للتدريبات بشكل طبيعي عشان نطمن بشكل أكبر خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيزة شريف شعبان يا شريف مساء الخير عليك ولكل مشاهدي قاطر أهلي في كل مكان طب منا يا شريف على استعدادات النادي الأهلي وأخي الأخبار المران النهاردة بالنسبة للتريب خلينا أقول لك واستعير كلمة المعلق الشهير الكابتنيني الشرديني النهاردة أشغال كروية شكر النهاردة قياسات أحدثوا على حرج يعني يمكن تقسيم المسألة التارتي أو المدرب الأحمال كانت عريسي أسل الفريق لمجموعتين في المقابل منتخب مصر واستعداداته لمباراة المباراة 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 بخلاف منتخب مصر خلينا نتفق أننا نعيش أفضل الفطرات القروية الرياضية في مصر ليه؟ وكأن كان مكتوب أن الكاميرون تفشل في تنظيم بطولة الأم الأفريقية 2019 عشان مصر تنظم هذه البطولة عشان ترجع الحياة الرياضية الكروية المصرية بالتحديد لطبيعتها ليه ما هو كان صابق من زمان جدا جدا ما شفناش كورة في مصر بالمنظر ده آه عندنا دوري وعندنا كاس وعندنا كل حاجة وعندنا مطشط أفريقية وكلام من ده لكن ما كنش منشوف ملاعب المنظر ده وتكلمنا في القصة دي كتير ما كنش منشوف الجماهير في المدرجات بالشكل ده حتى لو جماهير قليلا شوية بعض المباريات لكن الأهم مباريات مصر بتشوف عدد كبير جدا من الجماهير حاسينا من الآخر كده أن الكورة رجعت شوية في مصر منظر رائع جدا سواء فيما يتعلق بشكل الاستادات وشكل الملاعب وشكل الإخراج بالذات دي بقى الحتة دي لازم نركز عليها قوي بصراحة لأن احنا كنا برضو بنعاني من جزئة الإخراج في المباريات الدوري المصري أو المباريات المحلية بشكل عام برضو من دين الأشياء اللي نتمنى لها الاستمرارية حتة كمان الكاميرا اللي بتتحرك في الملعب دي من فوق دي عارفنا؟ عارفنا طبعا ليه ما تبقاش موجود على طول؟ يعني ليه ما مش دايما ما نشوفش الكاميرا دي أو كل الكاميرات عدد الكاميرات اللي بتصور كل المباريات في بطولة الأمم الأفريقية ليه ما يبقاش عدد الكاميرات ده متواثر في المباريات المحلية احنا بنحاول من خلال البرنامج بتاعنا من خلال حلقاتنا ان احنا نشوف كل الإيجابيات من بطولة الأمم الأفريقية ونقولها لحضراتكم عشان نحافظ عليها عشان تفضل موجودة معانا عشان نفضل عايشين هذه اللحظات الرائعة من الكرة بشكل عام وبالتحديد نفسنا نشوف الكرة المصرية والكرة المحلية بهذا الشكل اللي احنا بنشوفه في بطولة الأمم الأفريقية فلازم نرصد كل الإيجابيات بشكل مفصل ولازم نتكلم عنها عشان نفكر دايما مسؤولين عن الكرة في مصر الحاجات اللي بتسعد الشعب المصري والناس اللي بتفرح بالكرة واللي بنسبالها الكرة دي حاجة طرفهية رائعة جدا والناس اللي بتاكلوا من وراء الكرة دي عايش لازم نتكلم ونحافظ على هذه الأمور عشان تفضل موجودة معانا خلال المراحل اللي جاية ما نكتفيش بس بتنظيم بطولة الأمم الأفريقية والحمد لله الحمد لله التنظيم أكثر من رائعة وليقول غير كده بيدور على أي سلبيات وخلاص لا انت عندك تنظيم كويس جدا جدا في خلال أربع شهور بس أن مصر تنظم بطولة كبيرة بهذا العدد من المنتخبات لأول مرة في تاريخ الكرة الأفريقية 24 منتخب بالمنظر ده فدي حاجة رائعة جدا جدا الأهم الاستمرارية الأهم بعد بطولة الأمم الأفريقية لما تخلص بإذن الله على خير وبإذن الله منتخبنا الوطن يكون متوج بهذه البطولة واللقب الثامن في تاريخه بإذن الله كمان نشوف كل هذه الإمكانيات متوافرة في الملاعب المصرية العديدة مش عايزين نركز على ملاعب واثنين وثلاثة هما دول بتلاقي عليهم مباريات المحلية لا الملاعب كلها نستغل لها لأن انت بالمناسبة كمان عندك 24 ملاعب للتدريبات لـ 24 منتخب يعني دول كمان ملاعب جاهزة منهم ملاعب تدريبات بس ومنهم ملاعب عادي ممكن تتصريف مباريات محلية يعني فمهمة أوي إن احنا نركز على الجزئات دي أي سلبية حليها كل يوم في بطولة الأمم الأفريقية حنحاول نتغادع عنها لكن في المقابل حنذكر دايما الإيجابيات عشان نركز عليها وعشان ما نتحرمش منها في المطشط المحلية دي جزئية مهمة أوي لأن الشعب المصري في الحقيقة من حقه يفرح ومن حقه يتمتع بكل الإمكانيات وأنا بقولي الكلام ده ليه؟ بقولي الكلام ده لأننا واصف جدا جدا إن احنا كمصريين وكمسؤولين عندنا الإمكانيات الكبيرة جدا واللي ظهرت في بطولة الأمم الأفريقية واللي بدورها بنتمنى أيضا من خلال المسؤولين برضو هم هم بإذن الله أن يخلوا هذه الإمكانيات موجودة في البطولات المحلية فبالتالي دي جزئية مهمة أوي أوي أنا حبيت أبتدي بها النهاردة بعد أكبر النادي الأهلي لأن بصراحة الواحد مبسوط قوي من المطشاط مبسوط قوي هو بيتابع الإخراج بالتحديد كويس جدا للمباريات منظر الملاعب منظر النجيلة الأرضية بتاعت كل ملعب حاجة رائعة وحاجة تدعو للفخر وإحنا هم دول المصريين فعلي هم دول المصريين اللي لما بيقوزوا يعملوا حاجة بيعملوها لما بتحط في دماغك حاجة كمصري بتتنفذ حتى في أصعب الأوقات حتى في أضيق الأوقات بالنسبة لك فهم دول المصريين ونتمنى بإذن الله بإذن الله أن احنا نستمر في هذا المنظر الرائع فيما بعد بطولة الأمم الأفريقية بالنسبة بطولة الأمم الأفريقية النهاردة في مطشاط مطشاط مالي ومريتانيا خلينا نبتدي بكوديفور وجنوب أفريقيا أن المطش ده اللي بيتلعب دلوقتي مطش انتهي يا جماعة أو لا واحد سفر في الدقائق الأخيرة بالنسبة لكوديفور جون جابه جوناسان كوديا في ديئة 65 وكوديفور في الحقيقة الأوقات العامية مبارة قدموا على جنوب أفريقيا دي كانت أول مباراة النهاردة المباراة التانية هتكون ما بين تونس وأنجولا مباراة قوية جدا ومهمة جدا لعيب زملكاوي في الجاني ساسي في منتخب التونسي مش هيبتدي المباراة بالنسبة ولعيب أهلاوي في أنجولا جيرالدو مش بنتكلم يعني أهلاوي زملكاوي ده مش وقته خالص طبعا لكن احنا بنقول هيكون في متابعة من الجماهير المصرية لهذه المباراة بالتحديد خصوصا متواجد هؤلاء اللاعبين أيضا الساعة العاشرة مساء مباراة مالي وموريتانيا وهتكون مباراة أيضا مهمة جدا مباراة كوديفور وجنوب أفريقيا في اللحظات دي خلاص بتنتهي بتقدم كوديفور وفوز كوديفور بنتيجة 1-0 بهدف جونسان كوديا في ديئة 65 و60 منتخب قوي على فكرة منتخب كوديفور مباراة كمان كان فيه مطشات مباراة لحد كان فيه مطش الجزائر وكينيا وانتهى 2-0 ومنتخب الجزائر منتخب قوي جدا برضو السنغال كسبت تنزانيا 2-0 منتخب قوي جدا السنغال المغرب كسبت نبيبيا 1-0 بهدف عكسي عن طريق أحد اللاعبين لكن هم قدروا أن يفوزوا بالثلاثة نقاط لكن عندك الجزائر والسنغال في الحقيقة منتخب قوي جدا والمغرب أيضا منتخب قوي وتونس أعتقد حيظهره بشكل جيد لازم كمنتخب مصر نبتدي بقى واحدة واحدة كده عدينا مباراة تزنبوي حمال بداية عديناها نركز بقى في اللي جاي وده حيكون شيء مهم جدا وكلنا ثقة كبيرة جدا 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 في كل اللاعبين المصريين اللاعبين المنتخب بالتحديد بالمناسبة أحد لعبي الكاميرون الكاميرون تستبعد مهاجمها بسبب الخطر على حياته والتماس للكاف لإستبداله اتحاد الكاميروني لكرة القدم بيعلن رسميا استبعاد جويل تجوي مهاجم الفريق من قائمة الثلاثة عشرين لعب المشاركة في بطولة الأمم أفريكية 2019 في مصر بسبب الخطر على حياته وبيان الاتحاد الكاميروني قال ان تقرير طبي للعب أثبت وجود خللا في الشريان التاجي ربنا ربش فيه وعافية رب بالقلب فبالتالي المهاجم معرض للخطر وحياته معرضة للخطر في حالة مشاركته في المبارات أو في حالة عمل مجهود زائد وطبيعي كرة تبعيزة مجهود كبير جدا فبالتالي اتحاد الكاميروني بيحاول ان هو يدي التماس أو بيبعت التماس لاتحاد الأفريكي باستبدال هذا اللاعب ويحل محله لعب كاميروني آخر والتقارير كلها أثبتت ان اللاعب كان بيشتكي أو كان عنده مشكلة في الشريان التاجي بالقلب فانتمنى له ان شاء الله ألف ألف مليون سلامة طيب على هامش البطولة بينظم الاتحاد المصري للثقافة الرياضية حفل استقبال على شرف الإعلاميين المشاركين في بطولة الأمم الأفريقية أو اللي هم جايين مع منتخباتهم بشكل عام وده طبعا شيء مهم جدا الاحتفال ده أو الاستقبال ده سيكون ان شاء الله بكرة في حضيقة اللجنة الأولمبية أمام مقر اتحاد الكونفدراليات الأفريقية الأكسا فبالتالي حيكون شيء مهم جدا وبالتحديد هذا الاستقبال برعاية الدكتور أشرف الصبحي وزير الشباب والرياضة اللي بيعمل مجود كبير جدا جدا في الحقيقة وهيكون في حضور اللواء أحمد ناصر رئيس الأكسا وقيادات اللجنة الأولمبية وقيادات وزارة الخارجية المعانيين حلوة أو أنك ما تهتمش بس بالمباريات وما تهتمش بس بالأجواء بتاعت البطولة لا أنت لازم كمان تهتم بالأعلاميين الموجودين واللي بيأزروا منتخباتهم واللي بيقوموا بدورهم وعملهم هنا في مصر مع المنتخبات اللي الخاصة بهم فبتالي جزئية مهمة جدا عشان نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الحدث كلينا نستقبل على هادف أستاذ أشرف محبوط طبعا عن ناقد الرياضي المعروف يا أستاذ أشرف مساء الخير عليك مساء النور عليك وعلى كل مشاهدينك في قناة النادي الأهلي في كل مكان نورنا حضرتك عايزين نتكلم طبعا على هذا الحدث واستقبال الإعلاميين بشكل عام على هامش بطولة الأمم الأفريقية واستقبال كمان سيادة الوزير أشرف صبحي وإشرافه وعلى هذا الاستقبال وعلى هذه المناسبة بالتحديد على هامش البطولة أولا بشكر اهتمام قناة النادي الأهلي وحضرتك وكل الغائمين على البرنامج بهذا الحدث اللي احنا زي ما سيادتك تفضلت كده في المقدمة ان احنا بنسعى ان القصة مش مباريات رياضية فيها فائز وخاسر وخلاص وينتهي الموضوع القصة أكبر من ذلك بكثير انت بتتكلم على بطولة قارية بتجمع دول القارة اللي بينهم وشائج وصلاة وعلاقات ضاربة في عمق التاريخ وفي الجزور فبالتالي بنعزز ده النقطة التانية احنا عندنا مهمة تانية لبلدنا انا عايز اللي ييجي مش جاي يروح الاستاد ومن الاستاد على الفندق وخلاص وينتهى الموضوع انا عايز اللي ييجي ييجي يشوف مصر مصر الجديدة مصر 30 يونيا مصر المرحلة الجديدة دي اللي احنا بنرسم صورة ذهنية لبلدنا تعادل في أزهان الأفارقة الصورة الذهنية اللي كانت في مرحلة استثنيات لما كانت مصر رائدة في هذه القارة وتقود صورات التحرر من اجل التحرر من الاستعمار عشان كده مصر لازم ترجع لدورها الطبيعي وتحتضن شقيقتها في بطولة استثنائية جاءت قبل اربع شهور فقط من موعدها بكفاءة عالية وبايتمام رئاسي فخامة رئيس عبدالتاح السيسي ومتابعة من الدكتور مصطفى مدبولي واشراف لحظي واكرر لحظي ثانية بثانية من الدكتور اشراف صبحي كل ده يخلينا احنا كمان نقوم بدورنا احنا مين احنا الاعلام احنا المجتمع احنا الشارع احنا سواء التاكسي احنا الفندو احنا في كل مكان لازم نظهر الوجه الحقيقي عشان كده قلنا مع بيت الرياضة الافريقية اللي هو احمد ناصر رئيس احد الكنفتوريات الافريقية الاكسا مع اللجنة الالمبية المصرية البهوة بتاعة اعتورة برضو بيت الرياضة المصرية هناك هنعمل انشاء الرحمن بكرة ساعة سبعة حفل استقبال على شرف هؤلاء الاعلاميين زملائنا يتعرفوا فيه على مصر الاخرى بالنسبة لهم مصر اللي هي الناس والشعب والحضارة فيه فقرات فنية هتبقى موجودة في الحفلة دي فقرة فنية افريقية وفقرة فنية مصرية هيبقى موجود الربابة والمزمار والتحطيب والتنورة كمان عاملين الاكل بقى هيبقى اكل شعبي مصري يعني يتعرفوا على الكشري والفول الطعمية ويتعرفوا على الزلابي احلى الاكل الشعب اللي باشي الكشري والزلابيا وكلام من ده طبعا بالضبط بنتي مصيرة اخرى هو في الاوتيل بيأكل كل حاجة وعارف كل حاجة لكن يعرف مصر ثقافتها ايه كمان عاملين العصيضة الافريقية عاملين الجونجليز العصير السوداني الشهير موجود عاملين اكلات من اسيوبيا من شرق افريقيا من غرب افريقيا كل دول معمول وموجود هيجي يلاقي بلده موجودة ويلاقي مصر موجودة وبالتالي ده التواصل بين الثقافات والحضارات اللي هو اهم اهم مبارات كرة قدم وثلاث نقطة وفوز وقول وكده ده الهدف يعني الموضوع مش متعلق بس بالاعلامين العرب لا الاعلامين الافرقى بشكل عامل اللي بيغطوا البطول كل من يشارك مع حتى العربي اللي بيشارك في البطول دي بصفته افريقي كمان أنا قصدي مش العرب يعني بس مش العرب بس لا لا مش العرب بس وبعدين عايزة اتديك بقى صدق لقناة الاهلي اكراما لاتصالكم سيتم تكريم عميد الاعلاميين الافرقة الاعلامي الرائد المصري الكبير والاستاذ فهمي عمر باعتباره واحد من من شهدوا تأسيس الاتحاد الافريقي وكان يغطي اول بطولة امم افريقي عام 57 في السودان وبالتالي سيتم تكريم وتقديم زرعة ذكاري عليه التميمة بتاعة البطولة للأستاذ فهمي بكرة على مرأة ومسمع من ابناءه بقى واحفاده هم الاعلاميين الافرقة اللي موجودين في هذه البطولة وابتعه حاجة جميلة جدا بنصل الماضي بالحاضر عشان المستقبل يبقى كل الناس تعرف ان الوفاء موجود ومستمر طالما بلد حضرات زي مصر بما بتنساش نجومها الكبار اللي اشرفوها في كل المحاصل الدولية يا أستاذ أشرف أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المدخلة وكلام مهم جدا من أستاذ أشرف محمود طبعا ناقد الرياضي المعروف والكبير جدا وحاجة كده بتتعمل على هامش البطولة والاهتمام بس مش بالكورة وبالمباريات لا لازم تهتم بالاعلاميين الافرقة بشكل عام عرب وافريقيا أي حد أي حد من اللي جم يغطوا كل شغل من تخيجاتهم هنا في مصر وتعرفهم على الحضارة المصرية بشكل مميز وتعرفهم على كل شيء بيخص مصر عشان دايما دايما هي دي مصر اللي بتكرم ديوفها وبتحسن ديوفاتهم بشكل كبير جدا ففي الحقيقة خبر مهم ومناسبة هامة جدا نتمنى لهم دايما كل التوفيق طيب خلينا نروح نشوف أخبار التي كان في الصحف يلا بينا الأهرام فوز أغندا على الكونغو يضع المنتخب الوطني في دائرة الحسابات المعقدة أجير يبدأ علاج أخطاء مباراة زنبابوي ويحذر اللاعبين من السوشيال ميديا الشروق أجيري يرفض تغيير تشكيلة الفراعينة أمام الكونغو الديمقراطية الأخبار المسائي ارتباك في المعاصقة أجيري يطالب لعبي المنتخب بالاندباط ويهتم بصغارات الكونغو الأخبار ثورة تصحيح في المنتخب إحباط فتنة السوشيال ميديا مع وردة أجيري ينفض غبار معركة المحاربين ويطالب باستغلال رقابة صلاح المسا بعد انهاء أزمة الهواتف المحمولة معسكر الفراعينة مقفول بالضب والمفتاح أجيري يتسلم تقريرا من جارسيا حول نقاط القوة الضعف للفريق الكونغولي الأخبار وبدأ السياح إلعب يا صلاح الجماهير حيرانة مع الفرعون وتناشده وتقلق أمام الكونغو الوطن توارق في منتخب مصر لتدريب على خطة هروب صلاح من دفاعات الكونغو اليوم السابع أجيري يستعين بخطة ليبربول لمواجهة فهود الكونغو الدستور أجيري يحذر من إضاعة الفرص أمام الكونغو وتعليمات خطة لأحمد المحمدي وأيمن أشرف روزل يوسف يا مكسيكي اعمل خلطة جديدة للهجوم أجيري يبحث عن حلول لأزمة الفاعلية أمام المرمى المصري اليوم المكسيكي يرفض التدوير بين الحراس ويكلف قائد الفريق بمتابعة اللعبين داخل الفندق مهم أبدا مكسيكي المتابعة مكسيكي تطouve في أخبار في الحقيقة في الجرائد مهمة جدا فيما يتعلق بمنتخب مصر خلينا نبتدي بالأهرام واللي بتتكلم على أن فوز أوغندا على الكونغو كان فوز مهمة قوي وبالتالي بدوره بيصعب المجموعة إزاي بيصعب المجموعة؟ لأن انت هتقابل أوغندا الجريح اللي ما عندوش أي فرص أخرى غير الفوز في هذه المباراة أو على أقل تقدير التعايد اللي هيكون عنده أيضا فرص في الحقيقة فبالتالي هتواجه منافس قوي جدا غير اللي انت شفته في مباراة أغندا اللي لعب قدام أغندا ده حد واللي لعب أو اللي حيلعب أمام مصر حيبقى حد تاني خالص أو منتخب تاني خالص فبالتالي هتبقى الحسابات معقدة شوية انت دورك إيه؟ كمنتخب مصر كجهاز ثاني كلعبين أنك تخلص نفسك بدري بدري وتبقى أول المتأهلين للأدوار المجبلة علاج أخطاء زنبابوي ده شيء مهم جدا وحصل فعلا وكان فيه كلام كتير ومحاضرات كتير من الجهاز الفني بكيادة مستر أجيري مع لعبي المنتخب وان شاء الله هنشوف أداء أفضل من كده بكتير وحنفضل وراء المنتخب حتى لو لعب وحش المهم يكسبه ومهم يجيبه لنا التروفي نفسه اللقب نفسه يجيبه لنا ان شاء الله بإذن الله وكمان بيحذر مستر أجيري من السوشيل ميديا وأزمة كلنا خلاص أو كلكم تابعتوها مش عايزين نتكلم فيها عشان ما نقبرهاش وتدني وتاخد حجم أكبر من حجمها خلينا نروح للشروق وأجري بيارفو التغيير تشكيلة الفراعنة أمام الكونغو وفي الحقيقة عشان نتكلم بصراحة الشروق يا جمعة عشان نتكلم بصراحة أنت ما عندكش أفضل من 11 لعيب اللي لعبوا مباراة زنبابوي آه طبعا كل اللاعبين هم تاخد مصر مميزين جدا جدا لكن أفضلهم أفضلهم هم 11 لعيب اللي لعبوا المباراة الأولى طبيعي جدا ما يكونش فيه تغييرات كتير في المنتخب الفراعنة علشان التغييرات مش هتبقى مفيدة بالتحديث في المرحلة دي إم تتغير لما تضمن الصعود وتبقى المباراة الثالثة بالنسبة لك تحصيل حاصل هي مش هتبقى تحصيل حاصل من ناحية الصعود هي هتبقى مهمة كمان من ناحية المراكز لكن في نفس الوقت ممكن يكون عندك فرصة لتجربة بعض اللاعبين اللي ممكن ما يكونوش لعبوا واتخلهم في أجواء البطولة تحسبا للاحتياج لهم مع مباراة المباراة فصعب أن يكون فيه تغييرات في تشكيلة المنتخب وهتبقى هي هي تشكيلة المنتخب في المباراة بعد بكرة بإذن الله يوم الأربعة الساعة عشر بالليل مع الكونغو الأخبار المسائي بتقول ارتباك في معسكر المنتخب وأجير يطلب لعبي المنتخب بالانضباط ويهتم بصغرات الكونغو أنا عايز أتكلم بالتحديد على جزئة صغرات الكونغو دي لكن حتة ارتباك إحنا يا جماعة مش عايزين نضخم الأمور قوي يا جماعة مشكلة وأزمة وحصلت وخلصنا خلاص منها مش هتكلم فيها كتير إحنا بقى عايزين نتكلم في المباراة نتكلم في الفانيات خلاص المنتخب لو فيه أي سلبية ووارد على فكرة أن يكون فيه السلبية ده طبيعي طبيعي يعني فيهش حد خالي من الأخطاء والعيوب والكلام من ده كل ده عادي قوي أنه بيحصل يعني لكن في نفس الوقت ركز بقى في ماتشاطك فعشان كده عايز أعلق على النزء الثاني من الخبر وهو خاص بصغرات الكونغو أكيد فيه صغرات عند منتخب الكونغو لكن في نفس الوقت عندك إجابيات عنده كبيرة جدا عندهم إجابيات تتمثل في السرعة فأكيد حيكون فيه تحذير كبير جدا جدا من مستر أجيلي سواء فيما يتعلق بإجابيات المنتخب الكونغولي وكمان حيبقى فيه تركيز كبير قوي مع سلبيةهم عشان إن شاء الله بإذن الله نقدر نستغلها وبإذن الله بإذن الله نقدر ناخد ثلاث نقاط جديدة في هذه المجموعة الأخبار اللي بتقول صورة تصحيح في المنتخب يعني طبيعي طبيعي دور الإعلام كله بيتكلم فيه المشكلة اللي حصلت بتاعت السوشيال ميديا لكن إحنا قفلنا الجزئية دي مبارا حلقنا عليها خلاص ومش هنتكلم فيها تاني لكن في المقابل مستر أجيلي يعني ينفذ غبار معركة المحاربين ويطالب باستغلال ركابة صلاح إزاي تستغلل ركابة صلاح؟ إنه خلاص صلاح الناس كلها مركزة معايا طبعا لأنه نجم كبير وعق أكبر نجم في القرى الأفريقية وفي البطولة دي كلها فطبيعي يبقى فيه تركيز معا من اللعيب اثنين تلاتة كمان في المقابل إنت حاول تستغل الجزئية دي الناس كلها مركزة مع صلاح حاول تلعب ناحا تاني إحنا شفنا في المبارا الأولى في الحقيقة تركيز شوهاي على محمد صلاح من اللعبين المصريين مش من المنافس عايزين يلعاب الكرة الصلاح باصل صلاح الحتة دي يعني فأنت عندك ترزيجية لعيب كبير قوي مروام محسن لعيب مميز عندك عبدالله سعيد لعيب مميز عندك كزا مفتاح في منتخب مصر تقدر تستغلهم بخلاف محمد صلاح المفتاح الأبرز في الصفوف المنتخب وتقدر أن أنت تتحقق أهدافك وأهم شيء استغلال الفرص لأن الفرص لما بتضيع كتير حتبقى مشكلة لك في الأدوار التأهليا طيب الأخبار بتقول بدأ الصياح إلعب بيا صلاح وهنا برضو بيدل على التركيز الكبير والطبيعي مع نجم بحجم محمد صلاح الجماهير حيرانة مش حيرانة ولا حاجة هي الجماهير مستنية من صلاح دايما الأداء الأفضل ومستنية من صلاح الأهداف وكلام من ده اللي احنا متعودين نشوف عليه صلاح سواء مع المنتخب في الحقيقة أو مع ليفر بول كمان المهم في الجزئية دي بصراحة يعني إن شاء الله إن شاء الله هدف محمد صلاح ما يتأخرش في البطولة أول هدف لمحمد صلاح ما يتأخرش برضو حايدها مش مهم مين يجيب الجول مش مهم يجيب الجول قالص المهم إننا ناخذ البطولة لكن كلما الهدف بتاع محمد صلاح الأول في البطولة إن شاء الله يجيب أهدف كتير يتأخر لو الهدف تأخر ضغوط حتزيد على المنتخب وعلى لعيب المنتخب على محمد صلاح فبالتالي نتمنى طالما هو موفقش في إحراز هدف المباراة الأولى إن شاء الله يكون موفق في إحراز هدف المباراة تانية عشان يرفع الضغوط عن نفسه وعن لعيب المنتخب والجهاز الفني بشكل كامل اليوم السابع بتقول إن أجيري حيستعين بخطة ليفر بول لمواجهة فهود الكونغو حيستعيننا بالخطة إزاي؟ يعني الموضوع مجهزاً يعني هو بس الجزئية اللي حيركز فيها هو التبادل في خط الهجوب ما بين مروان محسن ومحمد صلاح وتريزي جيه وتبادل المراكز أثناء مجرؤيات المباراة ودي جزئية في الحقيقة مهمة لأن إنت لما تتبادل المراكز وتتلاقي اللعيب ده هنا شوية اللعيب ده هنا شوية هتعمل خلل بفعل طريق المنافس بشكل طبيعي جداً نتمنى كل التوفيق في وضع الخطة المناسبة واللعابين المناسبين في هذه المباراة مستر أجيري اللي كلنا بالمناسبة ثقة فيه ومتفقلين بيه جداً إن شاء الله بإذن الله الدستور أجيري يحذر من إضاعة الفرص أمام الكونهو وتعليمات خاصة لأحمد المحمدي وأيمن أشرف أكيد في تعليمات خاصة سواء دفعية أو هجومية لأحمد المحمدي وأيمن أشرف وخصوصاً أحمد المحمدي لأن الجابها دي عندنا كانت نقطة ضعف في الحقيقة في مباراة زنبابوي وأكيد مستر أجيري مركز في الجزئية دي بشكل كبير قوي واللي مركز عليه أكتر عدم إضاعة الفرص لأن إحنا ضيعنا بعض الفرص في الشرط الأول في الحياة وفي الشرط الثاني كانت فرص قليلة قوي لكن الشرط الأول ضيعت فرص كتير في مباراة زنبابوي مهمة قوي استغلال الفرص عشان يعني الدنيا متتصعبش عليك روزل بتقول يا مكسيكي اعمل خلطة جديدة للهجوم وهم ممكن هنا يكونوا بيعلقوا على عدم التجانس اللي من وجهة نظر روزل يوسف ما كانش موجود تجانس في مباراة زنبابوي وبيقولوا أنه لازم يكون فيه أي حلول أخرى لأزمة الفعالية على المرمى وشايفين أنه ما كانش فيه فعالية على المرمى بصراحة كان فيه فعالية في الشرط الأول والشرط الثاني كانت الدنيا هادية شوية كنا بندافعها شوية الشكل اللي كنا معتدين عليه لمصر مع كوبر افتقرناه في الشرط الثاني بالتحديد لكن الشرط الأول تعملت مباراة كويس لكن دايما هي بتبقى حومة البداية وصعوبات البداية وإن شاء الله بإذن الله تخططها وتبتدي إن شاء الله مباراة الكونهو أداء جيد ونتيجة جيدة وده الأهم النتيجة الأهم النتيجة داي المصر اليوم بتقول أن المكسيكي بيرفض التدوير بين الحراس طبعا طبعا ما ينفعش أن أنت طاعت تدور أو تلاعب الحرس دا شوية وتلاعب الحرس دا شوية لا خلاص شناوي محمد شناوي لعبة مباراة كبيرة أوي وأنقذ هدف صعب جدا جدا في الشرط الأول وقبل ما انت تديه بالهدف الأول ليك كان التعادل سلبي شناوي أنقذ كورة انفراض كانت صعبة جدا فليه الرجل ماشي كويس أغيره ليه يعني مش يعني موضوع مش مطروح إطلاقا يعني ويكلف قاعد الفريق بمتابعة اللاعبين داخل الفندوق الموضوع يعني إحنا عندنا لعبين والله ملتزمين جدا جدا وارد تلاقي حاجة صغيرة حصلت وارد مش عافية مش عايزين نكبرها وندخمها آه الأعلام لازم يتناول هذه الأمور أوكي لكن في إطارها الطبيعي دون التضخيم عشان ما يأثرش على المنتخب ويأثرش على الهدف الخاص مش بالمنتخب بس دا بالشعب المصر كله مستني البطولة فحنخش بفرعيات وأمور حتى لو هي مشكلة بس ما نتكلمش فيها كتير خلاص هدفك ركز عليه كلعيبة منتخب فحطة مراقبة كابتن فريق وكلام من دا لعبة منتخب مصر العيبة كبار وملتزمين جدا وإن شاء الله نتمنى لهم كل توفيق في ما هو قابل مننا مباريات إن شاء الله بإذن الله نروح نشوف أخبارك في المواقع يلا بينا سوبر كورا اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا تستأنف اجتماعاتها اليوم السابع منتخب مصر يواصل تدريباته بالكلية الحربية استعداداً للكنهي يورو سبورت عربية أجيري يسعى لقتل ثلاث سلبيات قبل مواجهة الكنهي فيتو أجيري يعقد مؤتمراً صحفياً غداً الشروق طبيب المنتخب يؤكد جهازية حجازي لمواجهة الكنهي يلا كورا كيف أتعامل جهاز المنتخب مع أزمة إنستجرام الشروق الأنجولي جيرالدو يشيد بدعم الجماهير المصرية لمنتخب بلاده في الجول بالماضي الفوز الافتتاحي مهم في بطولة إفريقيا وأرفض المقارنة بين محرز وصلاح الوطن سبورت كورا كريمة الأحمدي عانينا مثل مصر وناجيريا اليوم السابع على أستاذ القاهرة لأنه ستبقى جزئية مهمة لأن الوضح كده من المباراة اللي فاتت أمام زنباكو واخدين على أرضية رائعة للملعب اللي واخد ممكن شوية هو محمد صلاح المحمدي اللي واخدين البقائين صعب أنهم يأخذوا على الأرضية الجميلة اللي احنا ما نشوفها في مصر الحقيقة في فترة دي فبالتالي لازم يتمرانوا بإذن الله قبل المباراة بـ 24 ساعة يكون فيه تدريب على الأقل يعني تدريب واحد لمنتخب مصر بكرة بإذن الله يكون فيه تدريب واحد لمنتخب مصر على أستاذ القاهرة بتقول إن أجري بيسعى لقتل ثلاث سلبيات قبل موجة الكونغو فيه سلبيات أو فيه سلبيات طبيعية بتكمن فيه من وجهة نظر يورو سبورت أو من وجهة نظر فئة كبيرة جدا من شعب المصري بتكمن فيه عدم استغلال الفرص ودي جزئية خطرة جدا جدا ممكن تأتي بسلبيات أخرى على المنتخب المصري فيما هو قادم من أدوار في هذه البطولة التراجع البدني وده كان ملحوظ جدا دي تاني حاجة كان ملحوظ جدا جدا في الشوت التاني بتحديد لمنتخب مصر وكمان صغرة الجبهة اليمنى ودي فعلا كان فيه صغرة عندنا ليلة لأن محمد صلاح ما بيرجعش إدافع والراجل مش مطلوب منه في الحقيقة من إدافع لكن في نفس الوقت كان فيه مهام حجومية لأحمد المحمدي فكان فيه لغبطة كده شوية في الحتة دي لكن إن شاء الله يتم معالجتها خلال المباريات المجبلة وإن شاء الله نتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني فيتو أجيري يعقد مؤتمرا صحفيا جدا وده بيبقى الشيء المعتاد يعني ومتعرف عليه قبل أي مباراة دايما بيبقى مؤتمر صحفي بكرة هيكون في مؤتمر صحفي مستر أجيري عشان يتكلم على استعدادات المنتخب للمباراة المجولة أمام الكونغو اللي هتكون يوم الأربع القادم بإذن الله فيما يتعلق بأحمد حجازي وده من جارة الشروق طبيب المنتخب بيؤكد جاهزات أحمد حجازي وده إحنا أكدنا عليه خلال الحلقات اللي فاتت مبارح وأول إن أحمد حجازي إن شاء الله هأخذ المباراة بشكل طبيعي جدا وكمان حيكون فيه واقي للوجه بالنسبة لأحمد حجازي وبالفعل خلاص اتمرن به وهيلعب به مباراة الكونغو وحيكون أساسي كمان في مباراة الكونغو وأحد العناصر المهمة جدا بالنسبة للمنتخب مصر خلال سنوات سابقة والسنوات القادمة والسنة دي كمان بالتحديد إن شاء الله بإذن الله نتمنى كل التوفيق لأحمد حجازي في الفترة الجاية وإن شاء الله يقود المنتخب في مباراة الكونغو بشكل طبيعي ويكون مساهم في فوز وانتصار مهم جدا لمنتخب مصر خلينا نروح نشوف أهم أخبار اللي كانت في الصحف العربية بشكل عام إيه يلا بينا الصريح التونسية محافظ السويس أتمنى وصول تونس للنهائي مع مصر لأنهما المنتخبان الأكثر شعبية الهدف الجزائرية بنجاح لابن خيب الجزائرين ونعم نحن مرشحون للذهاب لأبعد دور الخبر الجزائرية زيداني وجه رسالة لمنتخب الجزائري النهار الجزائرية بلايلي الحمد لله دخلنا بقوة في كأس إفريقيا الشباك الجزائرية بالماضي نحن من من كنا الأفضل وليس هم من كانوا الضعفاء البطولة المغربي الأحمدي يكشف مصيره رفقة الأسود بعد نهاية الكام الصباح المغربية الأسود يتنازلون عن منحة الدور الأول المنتخب المغربية هكذا شبه رينارد مباراة الأسود أمام ناميبيا هسبورت المغربية حجي المنتخب فك عقدة المباراة الأولى والمعنويات ارتفعت قبل مواجهة كودبار أخبار الوطن الموريتانية ولد عبدالعزيز يغادر أرض الوطن في وفد كبير لحضور حوار الجيراني غانا سوكر نت نانا أوكوفو يطير إلى مصر الليلة لمشاهدة مباراة غانا وبينين الثلاثات ديلي بوست الناجيرية نجم النصور الخضراء قد يغيب عن باقي مباراة البطولة بسبب الإصابة في الحقيقة العلاقات دايماً ما بين مصر والدول المجاورة وبتحديد الدول العربية وشمال أفريقيا أكثر تحديداً تبقى مميزة جداً وده اللي بين فيه جريدة الصريح التونسية واللي خدت تصريح على لسان محافظ السويس واللي قال إنه بيتمنى وصول منتخب تونس رفقة المنتخب المصري للمباراة النهائية تونس في الحقيقة من البلاد المحبوبة جداً جداً لمصريين مش تونس بس المغرب وبعد كده الجزائر كمان يعني كل البلاد دي المصريين بيحبوها بشكل كبير جداً وليبيا وكل وسودان ومرتانيا كل هذه البلاد فبالتالي ده بيدل أو التصريح ده بيدل على علاقة قوية جداً مبيد مصر وطونس وعلى حب المصريين للتونسيين وأكيد هتكون مباراة قوية قوي لو فرقيتنا أو المنتخبين دول يصلوا للنهائي نتمنى أن تونس توصل للنهائي نتمنى أن المغرب توصل للنهائي نتمنى أن مين تاني الجزائر توصل للنهائي ومرتانيا توصل للنهائي كل المتخابات دي نتمنى أنهم يوصلوا النهائي أمام مصر أي حد فيهم يعني يلاعب مصر بس توصل النهائي بس ستوب عنه لحد كده ستوب توصل النهائي وشكرا مصر بإذن الله تقدم بطوله الهدف الجزائرية وتصريح على لسان بغداد جنزح لعيب علامي لعيب علامي اللي ناس تفرجت عليهم برح يعني إحنا منتابعينه من زمان أيام ما كانت في النجم السحالي في الحقيقة لكن تحركات إيه ورأسيات إيه وتهديف إيه كبير جدا 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 يعني بصراحة بغداد بنجاح قال لم نخيب الجزائريين ونعم نحن مرشحون للزهايب الأبعدور بغداد بنجاح بعد المباراة مبارح كانت مباراة قوية في الحقيقة أمام كنيا آه منتخب الجزائري أقوى بكتير لكن قدر منتخب الجزائري أنه يعمل مباراة كبيرة وقدر أنه هما يكونوا مركزين خلال المباراة وقدروا في الشوت الأول كمان بتحديد يخلصوا المباراة بدري بدري جابوا هدفين هدف لبغداد بنجاح من ضرب الجزائري وهدف لنجمهم الكبير رياض محرز وكمان بغداد بيقول نحن إن شاء الله حنوصل لأبعد نقطة في البطولة كل التوفيق ليكو يا بغداد توصل لأبعد نقطة بإذن الله برضو بس الخبر الجزائري زيدان يوجه رسالة للمنتخب الجزائري زيدان نجم طبعا المنتخب الفرنسي السابق والمدير الفني الحالي لريال مدريد وجه رسالة للمنتخب الجزائري وقال إن هو بيتمنى إن المنتخب الجزائري يفوز ببطولة الأمم الأفريقية عشان يفرح الشعب الجزائري كله وإحنا عرفين زيدان طبعا أصوله جزائرية يعني لكن هو جنسيته كمان فرنسية وإدخلت كاس العالم طبعا مع فرنسا وخدت شامبينزليج ثلاث مرات مع ريال مدريد وراجل ما شاء الله يعني حاجة كبيرة جدا وحاجة أسرية في كرة القدب سواء كلعب أو كمدرب يعني كأصوله الجزائرية بشكل طبيعي جدا بيتمنى إسعاد الشعب الجزائري من خلال الفوز بهذه البطولة هو بيقول رسالة لرفاق رياض محرس طبعا نيج منشستر سيتي الإنجليزي يحاولوا تجيبوا اللقب بأي طريقة عشان الشعب يفرح النهار الجزائرية بتقول إن يوسف البلايلي تصريح على لسانه بيقول الحمد لله إحنا دخلنا بطولة كأس الأمم الأفريقية بشكل قوي جدا وفي الحقيقة هم وجهوا الرسالة من خلال مباراة الأمس بالقوة بتاعتهم وبتركيزهم الشديد في الوصول لأبعد نقطة في بطولة الأمم الأفريقية ولما لا تحقيق اللقب من وجهة نظرهم يوسف البلايلي قال إن إحنا عملنا مباراة كبيرة وإن إحنا كنا مركزين قوي وإن هم كمان عايزين يوصلوا لنقطة بعيدة في البطولة ويحاولوا يحاولوا اللقب ومبسوط جدا من أداء وتركيز لعبي الجزائر ده بتحديد يوسف البلايلي نجم التراجع التنسي والعيب في الحقيقة مميز جدا الشباك الجزائرية قالت تصريح على لسان جمال بالماضي المدير الفاني لمنتخب الجزائري والقال نحن من كنا الأفضل مش هما اللي كانوا وحشين أصدق على فريق كينيا بيقول إن إحنا كنا منتخب قوي وكنا أفضل في الملعب وكنا مركزين بشكل كبير جدا في الملعب وعارفين أهدفنا ومحددين أسلوب لعبنا بشكل كبير الناس بتقول إن كينيا هي اللي كانت منتخب ضعيف لا مش هما اللي كانوا ضعفاء إحنا اللي كنا الأقوى ودي حقيقة منتخب الجزائري منتخب قوي ومرشح بقوة لألفوز باللقب طيب البطولة المغربي قال إن الأحمدي بيكشف مصيره رفقة الأسود بعد نهاية الكان طبعا كريم الأحمدي أحد اللي عابدنا أصحاب الخبرة الكبيرة في المنتخب المغربي بيقول إن دي حتكون آخر بطولة ليه في أو مع المنتخب المغربي في بطولة الأمم الأفريقية لأنه خلاص هو كريم الأحمدي تقريبا عند 34 سنة للوقت فخلاص فرص مشاركته في بطولة أخرى حتكون صعبة فبالتالي هو بيتمنى إن هو يحقق نتيجة مهمة قوي مع المنتخب المغربي بالتحديد بعد ما كانوا وصلوا للنهاية قبل كده في تونس هناك في 2004 وخسروا النهاية أمام المنتخب التونسي طب خلينا نروح لمدخلة مهمة جدا مع صحفي موريتاني الأستاذ محمد البشيري أستاذ محمد مساء الخير عليك مساء الخير ومشاء السعادة أستاذ الميرساني طيب لك والكل المستمعين نوارين نصر نوارين نصر ما تألوني خليك المنورة بأهلاء يعني في البداية عايزين نتكلم على استعدادات المنتخب الموريتاني للمباراة المقبلة والهمة جدا الليلة إن شاء الله أمام المنتخب المالي الأمور مشت زي وخصوصا في ظل إنها أول شركة رسمية للمنتخب الموريتاني في بطولة الأمم الأفريقية على مدار التاريخ صحيحنا الموريتانيا لأول مرتاحة لنهاية إفريقيا الاتحاد الموريتاني تأسس تحديدا أحاو 61 وتأهل أتا 2019 أكثر من 50 سنة ونحن ننتظر هذه اللحظة التاريخية أخيرا اللحظة التاريخية أسد وموريتانيا في الكاند يفتتح المشوار مساء اليوم أقل من ثلاث ساعات وموريتانيا يعزب نشيدها ويرفع علمها لأول مرة في المحافظة القارنة بخصوص سؤالك عن الاستعدادات الاستعدادات كانت تجري على قدر الموساق اختتبت مسائل في الملعب البرعي بمدينة سويس هنا بمدينة سويس الناخب الورطني بالنقطة الصحفية التي تسبق مقرات بالأمس شادة للتحضيرات خصوصا التي بدأت من المنوعات والسيكاء والسيكاء وستدخل ملعب وخاطر خلالها مقراتين وديتي الأمام أمام مدعش أمام ثلاثة أهداء الهدف وثلاثة أمام منتخبنة وقسرة بهدفين لهدف كل الأمور أن باتت جاهزة تلك حسابات الوديات وانتهت الآن أصبح الأمس بشكل رسمي هناك أمور من وضعها هناك أيضا مدولية لابد أن تحملها هناك أربع مائيين موريتاني يستعدون ويقضرون هذه الحالة الطاولة طالما انتظروها الآن هي أمر واقع ومعاش فقط نتمنى التوفيق وأن يكونوا اللاعبون فيهم وهم قليل من التركيز ومتذير من الدعاء ويحول الله سنحصل النقاط الثلاثة نحن نتمنى لكم كل التوفيق بأنها طبعا مشاركة الأولى لكم يعني وانتم نورنا في مصر وإحنا حظنا حلو أن المشاركة الأولى بالنسبة لمنتخب الموريتاني تكون من خلال استضافة مصر للبطولة لكن بالتحديد عايز أتكلم على الشعب الموريتاني وفرحته بالمشاركة دي وأماله وصل حد فين خلال البطولة وكمان عدد الموريتانيين اللي حيأزروا منتخبهم في مصر حيكون قديم الثانية اللي يكون صارحين كصحب المحقش المنتخب المحقش أعتقد بأن المجموعة صعبة وصعبة جدا نحن في مجموعة إلى جنيبنا منتخب تولس أحد عرافة وأفخم وأفضل المنتخبات الإفريقية أيضا المنتخب مالي ليس بسهل له تاريخ كبير لهذه البطولة رغم أنه لا يستلك في جهة هبي فينا وفوز فينا وهنا هو واحد بمطلع استدعينيات القرن الماضي وعشر مشاركات قبل أيضا لدينا في المجموعة كان المنتخب أنجولا معروف لأحد ما بإثبت لنا كموريتانيين كونه كان معنا في المجموعة وانتصرنا عليه في العاصمة وانتصر علينا هناك في العاصمة الأنجولية لكن هذه حقيقة الأوراق هذه حقيقة المطايات تبقى حقيقة الميدان أمر آخر أقول بأن الموريتانيين يأملون كثير في تحقيق نتائج إيجابية وذهاب إلى الدوري القادم من هذه البطولة بخصوص الحديث عن البطولة تقام لأول مرة ومدانية أهل لأول مرة والبطولة تحتضنها مستقر أريد أن أشكر من هذا المنبر جميع المصريين الذين أحاطوا بكل بكبير الكرم مضي وحسن الأحلاق من المطار ومدينة سويس لا يمكن أن نسأبدا في مدينة سويس للزمارة البلدية هذه الأمور بس تعني كسو تعني للشعب الموريتاني كثير كثير جدا أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ محمد البشير الأعلامي الموريتاني المرافق لبعثة منتخب الموريتاني هنا في مصر والذي حيخده البطولة وواضح جدا الفرح على صوته بين قوي يعني الناس لأول مرة بيعيشوا وبيشوفوا منتخبهم بيشارك بطولة الأمم الأفريقيين نتمنى لهم يا رب يا رب كل التوفيق الصباح المغربية بتقولوا أن الأصود يتنازلون عن منحة الدور الأول أصدهم إيه؟ أصدهم من الدور الأول وده عهد عملوا على نفسهم لعبة المنتخب المغربي قالوا إن إحنا لو مصعدناش كأول مجموعة إحنا مش عايزين أي مكافئات مالية من هذا الصعود المكافئات المالية ناخدها في حالة واحدة إن إحنا نكون أول المجموعة ومتصدرين هذه المجموعة من خلال التأهل وفي الحقيقة لفتة من نسبة لهم مهمة جدا وبتبين مدى إسرارهم مش بس في المجموعة والتأهل لا إسرارهم على البطولة نفسها عايزين ينصلوا حد فين واضح إنهم عايزين ياخدوا اللقب بشكل كبير المبلغ تقريبا حوالي قدره 100 مليون سنتيم مغربي يعني حوالي إيه؟ 100 ألف درهم يعني حوالي بدولار 10 تلاف دولار دي المكافئة الصعود للدور المقبل بالنسبة للعبي المنتخب المغربي هما مركزين هما يصعدوا أول مجموعة بس معهم كوديفور معهم جنوب أفريقيا ومعهم نابيبيا الموضوع حيبقى صعب شوية لسه فيه منافسة قوي بالتحديد مع كوديفور اللي كذبت النهاردة جنوب أفريقيا 1-0 المنتخب المغربية كمان بتعلق على المباراة بتاعت انبارح وبعد ما كذبه نابيبيا 1-0 وتصريح لرينارد المدير الفاني الفرنسي للمغرب وبيقول ان القصود أو علق على المباراة قال ان احنا كنا كويسين خلال المباراة وده كان جيد جدا واهم حاجة هو ركز عليها مستر هيرفي رينارد المدير الفاني للمغرب قال ان احنا تخطينا البداية حتى لو بهدف عكسي لكن احنا كنا لأحق ان احنا نكسب وبيستشهد بايه بيستشهد بانطلاقتهم في كأس العالم 2018 واول مباراة كانت امام ايران في مجموعة كانت بتضم اسبانيا والبرتغال فبالتالي البداية كانت صعبة من خلال ان هما ضيعوا اهداف كتير جدا في مباراة ايران فبالتالي الامور تصعبت عليهم لان كان عن ضم البرتغال واسبانيا فهو شايف ان دي كان بداية مناسبة اوي بالنسبة لهم خلال البطولة حتى لو كسبوا بهدف عكسي وبهدف وحيد على منتخب زي منتخب نبيبيا لكن واضح ان اهدافهم كبيرة في البطولة وواضح ان هما مركزين بشكل كبير جدا في بطولة الامم الافريكية نتمنى لهم كل التوفيق ونتمنى لهم ان هما يقدوا اداء اكتر من رأي على منظر البطولة بشكل عام ويكون لهم لمت معين هو اه اوصل لنهائي اوصل لنهائي لكن برضو باذن الله البطولة مصرية نروح لفاصل وبعد الفاصل عندنا فكرة مهمة اوي 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 مع الناقد الرياضي الكبير استاذ محسن لملوم عشان نتكلم في ملفات كتير جدا وتخص هذه البطولة استنونا بعد الفاصل بيننورني وشرفني في الستوديو استاذ الناقد الرياضي الكبير استاذ محسن لملوم يا استاذ محسن مننورنا منورك يا سيد امير اخبارك ايه تمام الحمد لله الحلقات دايما معك بتبقى قوية جدا ربنا نحليك ده من زوءك يعني اخبار كتير وموضوعات كتير عايزين نتكلمنا فيها بتحديد فيما يخص بطولة الامم الأفريقية عايزة تدي في الاول كده رائق في التنظيم لحد دلوقتي ايه لا بسم الله الرحمن الرحيم التنظيم رائع جدا لا ننساش ان احنا مصر خد التنظيم البطولة قبل قامتها بخمس شهور بس يمكن الكاميرا اللي هي كتوغد عارفة ان التنظيم البطولة قبلها بكتر من سنتين بالضبط يعني لحد لحد ما سحب منها التنظيم ما كانش عندها لما لعبين فقط جاهزين وملعبين تحت الانشاء وفعلينا كان مطلوب ستة غير ملعب التدريب مصر طبعا ابهرت الجميع زي ما قالوا المسؤولين عن التنظيم ان هم يعملوا بطولة السنية ده صحيح تماما يمكن حتى في حواراتي او كلامي درداشة كده مع الاصدقاء في المجاربة والتوانسة والجزائرين ما بيكلموا على الاعلى مستوى حتى احنا الملعب لو نفرج على المقشاط بتحس ان انت بتفرج على ملعب مثلا كسل العلم مثلا في هولندا للشباب مش عارف لها لا الملعب شيرقع بصراحة كل القائمين على البطولة بصراحة يحسب لهم الموضوع دي هو ملعب ازياد احنا لازم كنا نستنى ان احنا ننظم بطولة عشان ملعب تبقى شكلة حلو كده لا احنا قادرين بس احنا بنتدلع بنتدلع يعني احنا مثلا نخال نهاردة انت عندك ست ملعب هو على الاعلى مستوى ما فيهمش برج العرب ادي برج العرب ما ضيف عليهم ملعب المقولين طبعا ادي كده ادي تمانية بطرو سبورت بطرو لا دعنا لسه كلام اه ما اسم بطرو سبورت المحلة المنصورة لو فتحت بقى في القصة دي بورسعيد بورسعيد ملعب مصري انت انت تنظم كاس عالم بكل سهولة كلها الحربية اه بالضبط كلها الحربية كمان انت تنظم كاس عالم بكل سهولة انت قادر تعمل ده ده كمان ده انت الملعب الموجودة عندك يمكن هتطورها هتجددها فببالك لو انت هتنشئ ملعب انت قادر تعمل ده يعني انت عملت في 5 شهر ده كلها لا انت تعمل في 5 سنين تقدر تعمل 10 ملعب كمان انت عندك البنية الأساسية موجودة يمكن التنظيم ده بصراح خلانا نطمع احنا ليه ما ننظمش كاس العالم بكل امانة يعني اذا كان بيحصل سلبات قبل كده السلبات ده مننا احنا اللي كنا بندلع تقدر تنظم اوقت ما اوقت الجد قادر تنظم كان حتى كان صحفي جزير نهار ده كان بيكلمني بيشتكي بيشتكي يعني بيقول لي ايه التحنة الامن كان شديد واحنا دخلين قلت له لا انا مع ده يعني هو قصر ويفتح منه ازازة الحاجة السائعة او قالوا شرب منها انا مع ده لا احنا مش عايزين اي حاجة تلوث لنا انت شايف التنظيم عامل ازاي ايه لو انت في بلدك وفي حاجة حصلت لا لا انا مع ده لا لا احنا معك لو في ايه هنا انا بقى اعتذر لك انا طبعا لكن ما فيش ايه هنا قال لي لا ما فيش ايه هنا خلاص الابول يعني اوفر شواه في الامن انا مع ده انا مع ده احنا مش عايزين احنا عايزين نعمل مطولة كبيرة بزبط وبعدين انت كده بتصعب الامر على اللي جاي يعني مين هادر نظم التنظيم ده في كل القرى الافريقية الا جنوب افريقيا وممكن المغرب وتونس والجزائر بعد المغرب خلنا نكلم با ايه هنا لان عشان المغرب عندها وفرة ملاعب او في شوية ملاعب الجزائر عندها بتعاني شوية في الملاعب التونس ممكن ملعب رادس وملعبين تلاتة محترم طبعا ليهم لا مش مش الابهار انت عندك برج العرب تحفى الرياضي دي ببرة يعني انت عارفه في وقت ديق في خمس شهور وما لو كان عندك أربع سنين وده خمس سنين اللي خلاصة ان انت قادر تعمل انت بس اللي بتدلع يعني ايه في حاجة كتبه خلاص بقى دخل زي المتشاط بتاعتنا انت بنتقدر ده هون نهار ده عمل الجمهور يقدر يحضروا خمس سبعين ألف ومش عارف طب انت ليه حتى ما تشاهد الدورك وتتخليها بدون جمهور ولا خمس سلاف لا انت لو عايز تقدر تعمل سبعين البداية دي هي دي بداية لعودة الحياة دي اول ما كاسب بطولة كاسب الأفريقية ان الجمهور لازم يبقى موجود في الدورة البطولة اللي جاية ما فيش اي معنى ان الجمهور بعد كده انت الجمهور اللي بعمل لك المنظر ده انت شفت منظر الفتاح عاملة زي ما كانش حفل فتاح كان ملحمة فتاح انت ابهرت الناس يعني انت جايب سونج من المطار لحد الاهرامات وبعدين انت سفح الاهرامات الاهرامات دي ده الرمز بتاعك ليه اعملها فندق المكان مغلق الرمز بتاع النهاردة المكاسب يعني تقدر تقول كاسب الأفريقية في مصر هي ظاهرة الرياضة ولكن باطنها السياسة والاقتصاد والسياحة وحتى الأمور المجتمعية يعني اقتصاد السياسة طبعا دي على مستوى بصراحة اقتصاد انت شوف الرواج اللي موجود في البلد حتى مع بقية الاعلام مع الفوفوزيلا الرواج السواح اللي بيجو لك هنا السياحة أقصد الأفرقى الشمال الأفريقية الناس بقى فيه لحمة حتى تلاقي جمهور مصر مع المغربة مع التوانسة مع الجزائرين خلاص بقى العملية بتقرب يعني يعني أسهل شوية حتى البسطاء حتى اللي مش قادر يسكن مثلا في فندق غالي أو كده بيجي يقعد في نزل زي ما بقوله الشمال الأفريقية فالمقاسب كبيرة جدا وأنا مش التعنت مع التجديد الأمني على أقصى درجة لأننا نحن مش عايزين حاجة تفلت منها صح مهم جدا لكن مهمة برضو أن الدنيا بعد إن شاء الله بطولة النور ترجع بشكل كويس زي ما كنا متعودين زمان على كده لأن هي دي الكرة المصرية وتبقى أكيد وجهة دايما للعالم كل وليل الدولة نفسها إن شاء الله نتمنى كل التوفيق لمصر بشكل عام وفي الحقيقة هي بطولة في وقت مناسب جدا لمصر إن شاء الله في كل المجالات تعايزين تتكلم بقى على المنتخب منتخب مصر وبعد مبرارة زنبابوي مبرارة اللي جاء إن شاء الله مع كونغو بعد بكرة رؤيتك لبداية المشوار والمبرارة المجهولة أمام كونغو إن شاء الله والله المنتخب تحطف موقف لا يحسد عليه بسبب فوز أغندا على كونغو بهدفين مش بس بهدفين بهدفين مع أقل مجهود مع الناس كلها كتمرشحها كونغو الديمقراطية اللي تكسب أغندا أغندا طبعا فريق رائع جدا وده مش منفراغ يعني أنا مش باعتبرها منفجأة يعني بالنسبة لي أنا اللي امتبع أغندا الناس كتيرة تقدر تقولك إن ده مش مفجأة يعني من السنتين ثلاثة واخدأ أفضل منتخب ناشئ أو صاعد أصدي في أفريقيا المدير الفني دي صبر عارف كويس بيبني الفرقة يمكن كات معانا اللي من لا يتذكر كات معانا في السنة البطولة اللي فاتت في دور المجموعات في الجابون وكسبناها بالعافية في الده يمكن 86-88 بيجون بتاع عبدالله سعيد في برجانتي في الجابون وكات معانا في تصفيات المؤهلة الكاس العالم وهي اللي كانت دخل معاك والرابعة انت لما اتغلبت في أغندا وجيت كسبتهم هنا واحد سفر بزرط ند اللي ند يعني انت حتى غانا كسبتها وتعدلت كونغ وكسبتها رايح جاي دي كسبتها وفازت وانت فزت عليه وهي فازت عليك يعني حتى واحد سفر واحد سفر ومعهم حارس عملاق دينيس أونيانجو ده حاجة ده خليفة عصام الحضر في الملعب الأفريقية بصراحة يعني وزي ما قالت دي سابر سابر نادل إسماعيلي هنا في مصر يمكن اي مدرب يقولك لا انا ابني بقى مجد في شمال أفريقيا ان ده بيسمى حتى في الخليج للمدرب العايز في الوس اما ينجح في مصر على طول يطلع بقى من مصر بقى على الكويت والسعودية وانش عارف ياخد بقى الدولارت الكتير دي كذلك اللي بينجح برضو لعيبة او مدربين في شمال أفريقيا كلهم بيطلع على الخليج ومع ذلك هو مارضيش يكمل او مكملش مع الإسماعيلي من ان كانت تجاربته جيدة جدا ورقو سابل للفريق ورح اوغندا تحسب ليه ده مدرب عايز يعمل حاجة طبعا كان السبب في انهاء الإسماعيلي السنة اللي فاتت كمركز تاني بالضبط قبل ما يمشي قبل ما يمشي طبعا ومع ذلك سابهم ورح ورح زي ما قلت حالك اوغندا عمل معهم شغل يعني مش منفرغ فهو فاوغندا دي حطتك تحت ضغط ان انت لازم تكسب كونغو كمان لان كونغو ما عندهاش امل تاني يمكن لو خسرت منك يعني امالها ضعيف بقى انها تلعب على التوالد فيما لو فازت على زنبابوي بعدد اهداف كمان خلاص وعدد اهداف ودخلت نفسها في حزبة برما فهي مقدمهاش ان هي اللي هي تكسب معك او تتعاقدل او فده حطتك تحت ضغط كمان انت عايز تستعد الصدارة لان بالمستوى اللي قدمته اوغندا ده هتكسب زنبابوي بفرق كبير طبعا كل شيء وارد في القورة بس انا بتكلم بالشكل المعطيات المعطيات اللي احنا شايفين قدامنا فده قدر تكسب بشكل كبير فده هيعمل عليك اللود اكتر انت بتفقد الصدارة على طول هتضطر بقى في النهاء انت تكسب اوغندا يعني مش عايز ان تبقى المتش انا كنت اتمنى المتش التالي دي بقى توطر فيها خفيف شئية بحيث ان انت عندك مباراة دور التمانية والدور اللي جاية انت محتاج فيها الحمل النفسي على اللعيبة والحمل البدني فما كنتش عايز ان انت تبقى عليك اللود من دور المجموعات كل اللي عايزين من دور المجموعات ان انت تتأهل في مركز اول بس بهدوء يعني معاك المجموعة في المتناول بصراحة مع احترامي طبعا لهم ده في المتناول مش صعبة ومش سهلة متوازنة انت مش في مجموعة موت زي مجموعة المغرب مثلا فيها قدفور وفيها جنوب افريقيا ولا استنغال معها نيجيريا لا انت في مجموعة متوازنة تقدر تصعد في المركز الاول بكل هدوء فالمنتخبت حتى تحت ضغط بسبب نتيجة اغندا يقدر بس ان شاء الله ينقل الامور مبكرة بلاش اللي حصل في مرشة زباب وان ان انت حمل بداي دي ما كانتش يعني الفريق كسب بالعافية واحد سفر الناس كلها انتقدت المنتخب عايزين ان شاء الله يقدر يرد في المباراة اللي جاية بعد بكرة وكمان بعد الشهات القلق والمنواشات اللي حصلت في المنتخب والجدل ده ينهي الكلام ده كله ويقدم مباراة ويفوز عن جدرة واقتنعة ان شاء الله اطوب اي من المنتخب في المباراة عشان نشوف شكل مغير اللي شفناه نتيجة بإذن الله نكسب لكن الاداء ايضا بيبقى مهم شوية للجماهير لانه بيطمنهم لانه هدف الجماهير المصرية هو البطول انت ما تديش فرصة للكنو لان اي دقيقة بتعدي والنتيجة سفر سفر انت بتديله امل هو على الاقل عايز لحد الأدنى سفر سفر لان لم يكن نفوز يعني لكن هو بالنسبة له سفر سفر ده النتجة كويسة على قصة انه يكسب زنبابو اللي مفترض اغندا تكسبها او هي اللي خلاص حصلت المجموعة زي ما نقول فممكن انت تبقى اربع نقاط فانت ما تدلمش الفرصة ده اقتل طموحهم بدري بدري يعني يعني تتمنى مثلا بعد الجنب بتاعت رزي جه فزنبابو اللي انت تجيب التاني عشان خلاص هو كده بقى فوق وتقدم انت تلعب كورة اه تلعب كورة بمستوى مرتاح تعمل ده كل لكن ده ما حصلش اعمل ده قدام القنق مش صعب مش مستحيل تقدر تعمل ده انت الجمهور هيبقى عندك بشكل كبير خلاص بقى خلصنا من حتة ان انت حمى البداية وحفظ الافتتاح والمباركة تحت اعين العالم ومش عارف سيد الرئيس خلاص انت خرجت من الضغوط دي خلاص انت لعب بقى الكورة للكورة زي ما بقول زي المتشطة اللي بتحصل ده وقته خلاص كل حتى فريق النهاردة بيلعب مباركة بعد من خلاص اقولك خلاص تخطينا حمى البداية تخطينا ممكن حتى كتوصح في المغربية النهاردة اخترت لك عنوان ايه القسود بنجاح تخطوا او لغم الافتتاح يعتبروه لغم ده لفظ كويس او كلمة كويسة انت ده لغم ما تعرفش الفريق اللي حصل لك زي اللي حصل للكونغو كده كان لغم اوان ده انفجر فيهم بهدفين مع الرقفة في وقت دايق جدا فهي ده القصة انت تخلصت من ده خلاص انت تقدر تلعب مباراة وانت عندك اريحية بس من الاول عشان ما تقعدش تصعب الامر على عفسك التعليق او كلام الكتير على بعض لعبي المنتخب وبالتحديد فيما يخص محمد صلاح وعدم ظهوره بالشكل المتوقع في المباراة الاولى هل دي ضغوض زيادة على النظام على لعبي المنتخب على محمد صلاح بالتحديد من جهة نظرك محمد صلاح اتمنى طبعا محمد صلاح مش عايز يخش في دوامة ميسي اللي هو بيتقلق بيعمل كل حاجة ما برشلونة ولا يفعل شيئا مع الارجنبي بس مع يعني مع الاعتبر ما يقولك صلاح عمل صلاح عمل خلاص وكان الرهوان بتاعك وفي 2017 وصلاح نائي وصعدك كسعالم وامور كتيرة لكن في الفترة الأخيرة ما بقاش بيعمل ده قوي يعني حتى يمكن الناس ايه لما المعسكر بدأ هو كان بيستطاد سمك والكلام ده يعني الناس عادتكلمي كتير مع أنه كنت أتمنى يطلع متعاد الكورة يقول كلام رسمي أنه هينضم يوم كذا يوم كذا لأسف ما علم ما حدش علم الرجل اللي حقه يرتاح أوكي ما فيش مشاكل بس علم ده مع أن الناس اللي زمانه مرتاحوهش بالمناسبة لا ساديو مانيو ولا فيرمانيو في البرازين ولا ولا بس مش كتير يعني انضم يعني مش واطفة مش مشكلة مش دي القضية بس أرصد أقول ايه وحتى لما ظهر صلاح في مرش تنزانيا الودية بصراعة في النص ساعة تغيرين المبارات غينية لا الودية غينية المبارات تانية المبارات تانية عمل أداء رائع بصراحة يعني أنت عندك نيجب كبير أحد أفضل ثلاث لعبة على مسؤال علم فأنت النهاردة صلاح هو بقى اطلع بقى من البوطقة دي بلاشت ناس تحطك في الحتة دي أن أنت هتبتدي تعمل زي ميسي بقى خلاص ما يديش مع المنتخب لأ أنت وكل توجهك بقى نهاردة أنت مع ليفربول عندك طموح التاني السنة الجاية أن أنت تأخذ البرمير ليج وتأخذ شامبوز ليج تاني لا يعني في طموح برضو تاني مع المنتخب يعني ما تنساش الحتة دي لأن دي حاجة مهمة جدا وربي عاشا بالضبط دي اللي هتوديك البطولة دي هي اللي هتودي الكرة الزهبية آخر السنة لأن أنت زي ساد يوماني زي رياض محرز زي حاجات اللي يترشحوا في الآخر يعني معرفش ما ممكن يحصل في الآخر يمكن بيرقوا بيانج رايحكم وما تأهلتش الجابون لكن أنت عندك حكيم زياش كمان أو خلاني في التلاتة اللي في الأول ساد يوماني ومحمد صلاح ورياض محرز وعلى دي كده حكيم زياش أي منتخب من الأربعة دول هياخذ البطولة مع تعديلات في التشكيل في مبارات الكنغة أو شايف أن التشكيل الأفضل أنه يبدأ زي ما بدأ بي مستر أجيري في مبارات زماني لا أشوف أنا عن نفس بسرعة مش أحب أتكلم في التشكيل أولا لأن دي يعني أكيد لك مثلا رؤية أو من خلال متابعتك للمبارات شايف أن محتاجين دماء جديدة في التشكيل بسبب الأداء ممكن الهجوم شوية كان فيه عقمة يعني ممكن يعمل شوية التعديلات ممكن زي ما الكلام بيتقال أنه ممكن صلاح هو اللي بقى مهاجم صريح ممكن الله أعلم ممكن يعمل ده ممكن يشارك أحمد علي هدف الدوري لعب المؤولين ممكن ممكن ده يعمل يعني يكون حافز يدونه فرصة يعني في المرش اللي جاي يعني ممكن الأمور شوية قدام أكتر شوية من الجزء الأمام يعني عشان هدر الفرص زي ما يتكررش كتير معاك طبعا تستغل سرعات تريزيجي وصلاح برضو دول بعملوا يعني بعملوا مشاكل كتير للدفاع فأنت تستغل ده مع مهاجم قناص يعني يدي الفرصة لأحمد علي ممكن في فوجة نظر رحمد علي ياخد فرصة الفرش اللي جاء إن شاء الله يبتدي بإذن الله التاريخ بيقول إيه بيقول أن مصر لعبة الكونغو عشر متشاط كسبت خمسة خسرت مبارا وتعدل أربعة هل ده يبقى ليه أي نوع من أنواع المعطيات قبل المعطيات دي كل ده على الوراء مع المعطيات أغندا وكونغو كلها صبت في أغندا لدرجة أن صحف أغندا كان بتقول أننا في مباراة اليوم قبل المعطي لو قدرنا نخطف نقطة تعادل يكون جيد جدا لا مش خطف نقطة كسب وخدوا ثلاث نقطة وعن جدرة واستحقاك وضيعوا كتير وسيطروا على المباراة وعمل اللي هم عايزين بصراحة حتى يكونغو كانت تايه تماما في المباراة فدع الورق يكسب ودع الورق سبحان الله وبدليل أن كشوف المباراة الفرق الصغيرة البطولة لحد دوقت الفرق الصغيرة شمت نفسها شوية زنبابو قدام مصر رغم الهزيمة نميبيا قدام المغرب رغم الهزيمة تعرف أن آخر مباراة بين الاتنين كان في دور المجموعات 2008 والمغرب اكتسحت نميبيا 5-0 المرة بتكسب في الدقة 89 80 وبهدف عكسي ويعني المتاخب النبيبيا عمل مباراة عالية جدا نفس الكلام بورندي قدام ناجيريا بورندي اللي يعني أول مرة بتشارك وأول مرة في التاريخ تلعب ناجيريا وناجيريا اللي هي ثلاثة أمم أفريقيا وشاركة قد كده بالزبط شوف مدغشقر عملت مع مع المشاركة أول مشاركة ومش بس كانت متأخرة بهدف لأ ديت عادلت وتقدمت يعني كل شيء ورد أداءهم كمان كان كويس بالزبط المعطيات على الورق ده كلام ده للأرشيف كويس كانت تعجبني بصراحة كلمة في منو الجزيل ما كنت قدت الندي الآلي مثلا ويطلع يأخذ بطولة أفريقيا ويجي في المؤتمر الصحفي يقول لك البطولة أصبحت من التاريخ بكرة أجازة وبعد بكرة عندنا تدريب عشان فيك مصر أنا كان بيعجبني يعني العقلية العربية تحديدا وطبعا منها العقلية المصرية تبتعد تحتفل سنة وطلع تاني يوم الأهلي بطل مش عارف إيه وبعدها اليوم الأفرح مستمرة في الأهلي ومش عارف مين عمل جوائز ومش عارف مين عزمهم فيهم ويلفوا على الفضائيات مش الأهلي بس يعني أندية مصرية أيوان بضر مثال بالأهلي لكن كل الأندية والمنتخبات برضو العربية عدو طول اللي مش عارف إيه واللي خاسر يقول لك لا وإذا خسر يمشي المدير الفني ويش عارف إيه ويطلع بقى اللي كان مستخبي لا كلام كده غريب يعني فبصراحة ما نقول الجزية يمكن عكس الحتة دي في النهد الأهلي يمكن أكبر ميزة عمالة يمكن في الكرة مصرية أنه يجي في المؤتمر الصحفي البطولة أصبحت من الماضي تحطت في الدولاب الكاس تحطت في الدولاب أنا خلاص بكرة أجازة وبعده مثلا أجازة وبعد يوم الثلاث مثلا أجازة خلاص نسعد عشان لدينا كاس مصر يا عم كاس مصر أنت أخذ بقلوط أفريقيا وانت راح كاس عالم الاندي وخذت ثلاثة كاس عالم الاندي مثلا نعم فهو ده الفكر كلام ده في التاريخ يعني أفضلية أفضلية الورق دي على الورق ما لها شاء علاقة بالواقع طيب رؤيتك للمبراد بشكل عام أقوى المنتخبات من كل المتابعة تكمين أقوى المنتخبات كما كان متوقع السنغال والذي خيب الظن رغم فوزه منتخب المغرب والذي لم يخيب الظن رغم عدم ترشح هو المنتخب الجزائر المنتخب الجزائر أتى إلى مصر فهو بالغير مرشح ده يمكن رفع الضغط عن المنتخب الجزائر ده يرجع بصراحة يحسب الجمال بالماضي المدير الفني أنه عمل توليفه بالنسبة للجزائرين جزائرين تحديدا عندهم مشكلة في المدرب دايما يتحصروا على خليلوزيتش وحيد خليلوزيتش كيف أفض المدرب ليه عشان هو ما كانش مدرب عبقري بس هو كان قوش شخصية كان يبقاعد باللعاب اللي وراه اللي بيلعب في برشلونة زي اللي بيلعب مش عارف مولدين بطن عندهم في الجزائر لا مش مهم أنا كل اللي عابعت واحد عني ده ما حصلش ده حصل تفكك بعد ما الراجل ماشي يمكن كانت بتيجي لعابة منبرة كانت بتتكبر على اللعابة اللي هم من اللي هم المحليين ويستغل ده أنا ما عرفش الكلام فرنساو مثلا ما تعلمش في لعابة كده فيقعد يتمنظر عليك ده حصل كتير يمكن جورج ليه كان زي كان أكرمه حصل كان جورج زيكنس اللي هو المدرب البجيكي كان ما يحصل فيه مشكلة كان يدي دهره عشان يتفادل يعني ما شافش وكانتحصل مشكلة ده افتقدوا أشكوط الشخصية وافتقدوا هدوء رابح سعدان رابح سعدان هو اللي أهلهم كسل عام ستة تغيينه كسل عام الفين وعشرة بالهدوء بالخبرة لأنه مدرب وطني وحافظ أبناء بلده جمال بالمضي جاب عبنين الاثنين هدوء سعدان وصرامة حلوزيتشيم كان ظهرت أكتر في المعسكر لما حصلت مشكلة شبه لا أخلاقية من اللعب هارس بالقبلة اللي هو موضوع منتهي ومشاء يمكن حصلت في التدريبات ما بيخليش حد يحضر التدريبات ويمكن الجمهور حتى المناصرين الجزارين بيزعلوا من دول ورجال الصحافة بس هو مش مهم حتى المتشاط الودية اللي لعيبها رفض يزحها على الهوامل شرطا رفض أنها يزحها حتى ناس انتقادوا وقالوا لي يعني أن ده البرازيل بتاخد كس العالم وما بتلقيش المبارات الودية بتزحها عادي حتى مصر لما خدت ثلاث بطولات 2006-2008-2010 كبتزح المتشاط عادي انت ليه بتعمل كده يعني عايزيني له مش شرطه مع ذلك برضو مش كلامه هو حر فدي النقطة اللي كنوا بيفتقدوها يمكن هو النهاردة جاب لعيبة زي رياض محرز بس ما خلاش رياض محرز هو النجم يعني سوفيان فغولي بقى وإسلام سليماني بس داله شرط الكابتن الداله مفيش مشاكل ما هو طبعا النجم الأبرز أنا بتكلم انه هو ايه يعني لا احنا عندنا كتير فظهروا بالشكل اوما تحرروا من الضغوط دي كانت ميزة لصالح الجزائري انه هو لم يأتوا في صاب المرشح اللي هو المشكلة اللي واقع فيها منتخب المغرب اللي هو جاء في صاب المرشح دي اللي عملته للتوتر والضغط والضغوط قدام منتخبنا والمشاكل اللي كانت عنده قبل بطولة والمشاكل طبعا بس نفس المشاكل برضو اللي كانت موجودة في الجزائري بس هو الفرق من هنا في حاجة مشي اللعب القلبة ده اللي هو الجزائري ما حتش يتكلم لكن هناك حمد الله لما مشي من المغرب كلنا شوفنا الفيديو بتاع اللعب المغربة بيتطريقوا عليه والصور والصور لا لا الكلام طبعا ما يحصلش يمكن ده لو منتخب المغرب ما يكملش او خسر البطولة دي هيكون ده السبب ان لا ده ما يحصلش في منتخبات كبيرة ده حاجة امبرح اصدق الموضوع ده منتخبات كبيرة الراجل امبرح نزل لصورة كاتب حالق شعر وطريقة جديدة كاتب نيولوك وبتاع حتى الجماهير المغربية او الشعب المغربين تقضوا ايضا ده حمد الله بتحديد يعني امور ما مفروض ما تحصلش منتخب كبير دايما منتخب يعني منتخب الأسود أسود الأطلس مواهب بصراحة في كل الدنيا معهم مدرب عاصلين مفيش بعد كده هيرفي رونارد ده راجل اللي اخد البطولة دي مرتين زامبيا ونيجيريا زامبيا وكتوفور عفوا وفي 2012 و2015 وياسع طبعا ان هو لو حصل عليها السنة دي مش هيبقى اكتر واحد اخدها لا بس هيبقى اخدها مع ثلاث منتخبات مختلفين طبعا لكن برضو كان فيه شوية مشكلات برضو على مسؤول الجهاز الفني كنت اتوقع ان المنتخب المقرب لا هيبقى كانوا بيلعب في مراكش ولا في الرباط ولا لكنه ده ما حصلش لكن العكس زي ما قلتلك في منتخب الجزائر بصراحة منتخب السنة جال متكامل اتوقع له انه هيكمل اكتر خصوصا لما يرجع له صاد يوماني بعد الايقاف مباراة النهاردة يمكن ما بينتش فرق اوي يعني كان اعلى طبعا من جنوب افريكا وكسب بس مش جاكل مباراة دلوقتي تونس وانجولا في الديها 27 وياتعادل السلبي اعتقد برضو اعتقد المنتخب التونسي لا هو اللي مترشح ولا هو اللي يعني في المنطقة في المنطقة الوساطة يعني يمكن يعني برضو مش فصول المرشح بس في المقدمة يمكن لو قلت المرشحين رقم واحد اقولك في ثلاث فرق المتساويين سنغال ومصر وكودو والمغرب بعدك يجي في المرتبة الجزائر تونس كودفور نيجيريا اللي هي اسماء غانا الكاميرون جنوب افريقيا اللي هي انت بتلعب على اسماء وبعدك يبقى انت والمفاجآت فالمنتخب تونس في المرتبة التانية في التصنيفات او اصدقل يعني في الترشيحات اه ترشيحات اقوى المباريات لحد الوقت من وجهة نظرك اللي اتمتعت فيها وانت بتتفرج واهم اللعبين او اكثر اللعبين تقلقهم مش ماتش واحد بس انا في وجهة نظري اوغندا وكونغو لان احنا ما كنش متوقعين ده يمكن الناس هتقول المباريات يمكن الناس هتقول اه هتقول مثلا المغرب ونميبيا الجزائر وكينيا وكينيا لكن بصراحة انا شايف اوغندا عمل قدمت كورة حلوة يعني يمكن الناس ما شايفتاش اول ان المتشكت الساعة 4.5 في عز الحر ومحدش مستني حاجة من اوغندا وكونوا متفرج كده عشان الفريقتين معنا في المجموعة لكن لا بصراحة عمل اوغندا تحديدا عملت كورة بصراحة رائعة يعني احنا متشوقين يعني انا متشوق يوم الاربع مثلا ان نشوف ماتش اوغندا قابلينا اوغندا وزنبا يعني بقى فريق اصحابك ان انت هتتفرج عليه وبرضه طبعا السنغال والجزائر والمغرب توقعاتك اخيرا لمبارات مصر وكونغو لا ان شاء الله تكسب بس تكسب كتير مش واحد سفر يعني ممكن اتنين سفر او ثلاثة سفر ان شاء الله ده مهم جدا ان شاء الله بالزبط جدا استاذ محسن لملوم نورتنا وشرفتنا كالعادة مشكرك شكرا جزيلا ربنا يخليك تحت عملك شكرا جزيلا دي كانت فاكرتنا التانية من حلقة كلام في الميديا النهاردة كان بين نورتنا وشرفنا في السوديو استاذ الناقد الرياضي الكبير محسن لملوم وكلمنا في ما يخص بطولة العامة الأفريقية وكل المنتخبات بشكل عام اكيد في النهاية دايما بنتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر في مباراة المجبلة امام الكنغو ويحصد ثلاث نقاط اخرى تضاف الى رصيده وبالتالي يتأهل رسميا لدور ال16 من هذه البطولة وبإذن الله تكون خطوة للزهاب بعيدا وبعيدا حتى المباراة النهائية في بطولة العامة الأفريقية وكمان بإذن الله تحقيق هذا اللقاء قلت وفي المنتخب مصر دي كانت حلقتنا من كلامنا في الميديا النهاردة استنونا حلقة جديدة بكرة إن شاء الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة